تحلم بأن تصبح غنيا لكن لا تعرف كيف تحول حلمك إلى حقيقة فشلك في تحقيق رغبتك في الثراء يرجع إلى أنك لا تعرف من أين تبدأ أو أنك تعرف ولم تبدأ بالفعل على غرار أي لعبة فإن هناك دائما قواعد للعب والفوز والفوز في لعبة المال ليس مهمة سهلة بل يتطلب الأمر فهما حقيقيا وعميقا لقواعد وخبايا أسرار المال النجاح والثراء شيئا يرغب فيهما الكثيرون لكن القليلين من الأشخاص يعرفون كيف يحققون ذلك الحقيقة هي أن الثراء ليس مرتبطا بالحظ أو الجهد فقط بل هو نتيجة لتصميم وتخطيط جيدين والتنفيذ بإصرار وعزيمة لذلك يجب عليك العمل الجاد مع التركيز على خطتك لتحقيق حلمك بالثراء ووفقا لقواعد ونصائح الأغنياء الذين حققوا الثراء في فترات قصيرة عليك الالتزام بمجموعة من القواعد حتى تصل إلى هدفك وتصبح واحدا من بين الأغنياء لذلك اتبع الخطوات والنصائح التالية التي كشف عنها الأغنياء في يوم من الأيام لتكون بين يدك عدم العمل من أجل المال أولى الخطوات التي يجب عليك الالتزام بها أثناء خطتك لتصبح ثريا هي عدم العمل من أجل كسب المال فقط لكن عليك العمل من أجل اكتساب المهارات والعلاقات القوية وتحقيق الحرية المالية لذلك تجنب العمل لساعات طويلة من أجل كسب القليل من المال تحسين الذكاء المالي من الضروري العمل على تثقيف نفسك حول المال والاستثمار والتمويل الشخصي فالمعرفة المالية ضرورية من أجل اتخاذ قرارات مالية صحية ومؤثرة بشكل إيجابي في حياتك خلال السنوات القليلة القادمة الاستثمار في نفسك لقد سمعنا جميعا قصصا عن الأشخاص الذين ربحوا اليانصيب أو حصلوا على رواتب بملايين الدولارات وهم يمارسون رياضات احترافية ولكن أفلسوا بعد ذلك في غضون سنوات أحد أهم العوامل في أن تصبح ثريا والبقاء على هذا النحو هو تثقيف نفسك حول كيفية أن تكون متعلما ماليا ليس من الجيد جمع الأموال فقط إذا كنت لا تعرف كيفية الاحتفاظ بها يجب عليك أن تستثمر في نفسك ويمكنك القراءة وحضور الدورات التدريبية وتعلم المهارات الجديدة يمكنك أيضا العمل على تحسين صحتك الجسدية والعقلية كل هذا سيساعدك على تحقيق النجاح والثراء في المستقبل الاحتفاظ بالنفقات منخفضة معدل للدخار الخاص بك هو سر بناء الثروة والثراء لا يتعلق الأمر بقدر الأموال التي تجنيها وأنواع العوائد التي تحصل عليها يتعلق الأمر أكثر بكمية الأموال التي تحتفظ بها وتستثمرها وتوظفها لصالحك الطريقة الوحيدة لزيادة معدل للدخار هي تقليل نفقاتك يوفر لك العيش بأقل من إمكانياتك دخلا أكبر للاستثمار مقدما وجاني فوائد لاحقا إذا كنت تتطلع إلى بناء ثروتك الصافية فابدأ بوضع الميزانية وقلل النفقات وحافظ عليها منخفضة ويجب أن تكون مستعدا للتضحية ببعض الرفاهيات والأشياء غير الضرورية وتجنب الإنفاق الزائد وعليك العيش بالمقدار الذي تستطيع العيش به وعدم إنفاق أكثر مما تستطيع تحمله ضع ميزانية شهرية كل شخص بحاجة لميزانية شهرية لذا من المهم أن تضع ميزانيتك الخاصة مثلا خصص مبلغا معينا لشراء الأطعمة ومبلغا محددا لأفراد عائلتك وحاجاتهم الأساسية ومبلغا للفواتير ومبلغا لوقود سيارتك هذه الميزانية ستجعلك تعرف أين ستصرف أموالك وستتمكن من خلالها أن تدير مصروفاتك بشكل جيد تجنب الديون حاول بقدر الإمكان تجنب الديون تماما وإذا كان هدفك الأساسي في الحياة الثراء فيجب أن يتضمن جزءا من ميزانيتك خطة لسحق ديونك والحفاظ على مستويات من الديون جيدة مثل التمويلات العقارية فهذا يساعدك على توفير أموالك والحفاظ عليها في شكل استثمار يزيد قيمتها مع مرور الزمن اعمل في المدن المناسبة اعمل في المدن التي تتوافر فيها فرص عمل جيدة وخاصة المدن الغنية التي تمتلك ثروات باطنية حيث تكثر بها المشاريع التجارية والصناعية مثلا إذا كنت تمارس التجارة فبالتأكيد يكون العمل في المدن الكبيرة والاقتصادية يساعدك في التوسع بتجارتك وكسب المزيد من الأموال الابتعاد عن الحسد توقف عن مراقبة من حولك من الناس الأثرياء بعين الحسد بل انظر إليهم بعين التلميذ وعين المتعلم الذي يريد الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وانظر كم كافحوا وقاتلوا من أجل أن يحصلوا على ما يريدون ثم انظر إلى ذاتك وحاول أن تدربها على ما تراه أنت مفيدا وكل ذلك لن تقدر على فعله طالما أنت تنظر إليهم بعين الحسد المجازفة لو كان الثراء حاليا دون أي خطورة ويمكن الوصول إليه دون مجازفة وبطرائق سهلة وآمنة لأصبح جميع الناس أثرياء ويعلم الجميع أن الأثرياء لم يصبحوا كذلك دون أن يخاطروا في صفقات أو أعمال أو مشاريع كان من الممكن فيها أن يخسروا كل شيء ولكنهم ربحوا كل شيء البدء بما هو موجود قد يكون هدفك الأساسي هو إنشاء سوبر ماركت كبير وقد تكون لديك الكثير من الأفكار التي تريد أن تطبقها والتي تظن أنها سترتقي بك إلى ما تصب إليه ولكن قد لا تتوفر لك الظروف حاليا في البدء بهذا المشروع وهذا لا يعني أن تبقى منتظرا وترفض عمل أي شيء آخر ولو كنت لا تحبه فانظر إلى ما تملكه في هذه اللحظة ثم ابدأ مشروعا من خلاله القوة الإبداعية إن كل الأثرياء في العالم قد بدأوا بإمكانات متواضعة جدا كان يملكها معظم الناس ولكنهم تميزوا عن غيرهم بأن أفكارهم كانت جديدة وغير مطروحة من قبل وهذا ساهم في نمو إمكاناتهم البسيطة إلى ما هم عليه من ثراء في هذا الوقت المرونة العقلية والنفسية إن رحلة الوصول إلى الثراء هي رحلة معقدة وصعبة نوعا ما من جميع النواحي وخاصة النفسية والشعورية إذ وجد خبراء علم النفس أن مسيرة الانتقال إلى حالة الغناء هي مسيرة تتعارض مع عواطف ومشاعر الإنسان وتتطلب قدرة جيدة على ضبط المشاعر والعواطف والتحكم بها وتعديلها بطريقة تسمح لنا بالاستمرار في الرحلة يؤكد الكثيرون من علماء النفس أن المرونة العقلية والنفسية ضرورية جدا لتحقيق الثراء بل تكاد تكون النقطة الأهم على الإطلاق وذلك لأن المرونة النفسية ضرورية لكي ينهض الإنسان مجددا بعد كل سقوط فالرحلة صعبة ومليئة بالعقبات والمصاعب الاستثمار إذا كنت تريد أن تصبح غنيا فعليك أن تفكر بشأن الاستثمار حيث يعد الطريقة الأكثر فاعلية لزيادة الثروة الخاصة بك ويمكنك الاستثمار في العقارات أو الأسهم أو الأعمال التجارية لكن عليك أن تتعلم كيفية الاستثمار بشكل صحيح قبل البدء نوع استثماراتك من منطلق لا تضع كل البيض في سلة واحدة هذه واحدة من أهم نصائح الأغنياء والأثرياء حول العالم فالتنويع أمر ضروري من أجل تحقيق الثراء وعليك بناء محفظة متنوعة من الاستثمارات تساعدك على ضخ الأموال أو حتى توفيرها مثل العقارات أو الأسهم أو حتى العملات الإلكترونية كل ذلك سيساعدك على جذب استثمارات أكثر وتحقيق دخل أسرع تربية الثراء يمكننا أن نعد الثراء مرادفاً لمهارة تنمية المال واستثماره لذا من الممكن أن يكون الثراء مهارة يمكن أن نتعلمها وفي نفس الوقت يمكن أن نعلمها لأبنائنا وأطفالنا وندربهم على عادات وأفكار مالية بسيطة ولكنها تعبد الطريق أمامهم في ضرب الوصول إلى حريتهم المالية وحسن إداراتهم لمواردهم وطاقاتهم في نهاية هذا المقطع من الهم جداً أن ننوها إلى قضية هامة فصحيح أن الثراء هو هدف محق لأي شخص لكن من الهم جداً ألا يكون هذا الطريق محفوفاً بالأضرار والمخاطر على حياة الناس ومصالحهم الشخصية إذ إن أسوأ ما يمكن أن يفعله أي إنسان هو أن يبني ثروته على أوجاع الناس وتعاستهم وألامهم شكراً للمشاهدة